وإلى المشهد الأكثر سخونة من حرارة أب أظهرت حوارات بعض قادة الأحزاب السياسية عدم رضا عن التزامات بعض الوزراء المحصوبين عليهم أو الذين فازوا برضا ترشيحهم لكابينة السوداني حيث شهدت الحوارات نوعا من التململ من عدم تلبية الوزراء لجميع مطالبهم مصادر قريبة من هذه الحوارات تقول أن عدم الطاعة لا ينطبق على أحزاب كتلة سياسية دون غيرها فغالبية الوزراء يصطفون خلف توجيهات رئيس الحكومة محمد شيعة السوداني في خارطة أولويات المشاريع الخدمية وآليات وتوقيتات تنفيذها خارج الدعاية السياسية أو الانتخابية وبينما لم تصل خطوط عدم الطاعة إلى مرحلة الانفصال السياسي فأن جميع البيوت السياسية تشكو من تصدعات داخلية بانتظار ترميمها بعد تشكيل الحكومات المحلية حيث سيشكل اختيار المحافظين سقفة تحدي الأشمل في توزيع النفوذ والإمكانيات استعدادا للبرلمانيات المبكرة أو الاحتيادية العام المقبل ترجمة نانسي قنقر